راديو أوريانت يقدم تجارب شخصية حوارات حية تستقرئ تجارب مشاهير السياسة والاقتصاد والفن والإعلام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج تجارب شخصية ضيفنا في هذه الحلقة حملته الموسيقى التي تعلمها في ألمانيا وسوريا إلى عوالم الشهرة والجوائز ليحلق في سماء الإبداع لكن أقدامه ظلت ثابتة على الأرض ومواقفه تعبر عن سمو خلقه وفنه فوقف مع المظلومين وخاصة أطفال بلده سوريا وكان صوته صدا لصوت الشارع الثائر لم ينتمي إلى أي حزب سياسي أو تشكيل معارض وفضل أن يبقى حرا غير مرهون لأي جهة كانت معنا مباشرة الموسيقار السوري المؤلف مالك جندلي أهلا وسهلا بك أستاذ مالك أهلا وسهلا بكم أستاذ مالك بداية سأبدأ معك من موضوع جولة أطفال سوريا الأحرار وين صارت؟ وخاصة أننا نشهد أزمة كورونا التي تجتاح الكرة الأرضية كلها مثل ما تفضلت الجولة والإنتاج الفني والأمسيات الموسيقية كلها توقفت بسبب الجائحة العالمية آخر أمسي كانت بقاعة كارنيجي هول أطلقنا آخر ألبوم هو شجرة الياسمين بعدين توقف كل شيء كعروض وكجولة جولة عالمية ولكن الإنتاج الفني والتوثيق مستمر كما كما الثورة مستمرة والشعب الثائر مستمر آآ الإنتاج الفني مستمر من سمفونيات يوجد ألبوم جديد يطرح بشهر فبراير شهر شباط القادم عبارة عن كونشترا البيانو من أحد السوري آآ هي عندنا أيضا أوبرا آآ مع أوركسترا ودار أوبرا أمريكية إنتاج عالمي آآ تسرد وتوثق وتطرح آآ استورة السورية على خشبة العالم المسلحي من خلال الفن الأوبرالي آآ وهذا عم يتم هلأ تدوينه وإنتاجه يعني بالمختصر المفيد بما أنه كلياتنا محجورين وكله واقف معهم آآ عم نختنم الفرصة لحظة آآ نقلب وموثق ونتابع مسيرتنا الفنية بدون الأمسيات ليه التركيز على أطفال سوريا يعني ليه من البدايات كانت حملتك وجولتك ومعظم خلينا نقول حتى حنيجي نحكي شو بتقول على المسرح وبتذكر دايما بوضع أطفال سوريا شخصيا يعني أنت ليه تبنيت هذا الموضوع من هاي الزاوية والله سؤال كثير جميل أخي ملهم لأنه قاتل الأطفال أو هالنظام الجائر استهدف الأطفال من اليوم الأول وكان عندنا مظاهرات سلمية في الشوارع ما استهدف الأمهات ولا استهدف الشبان ولا استهدف الشعب الشعب استهدف الأطفال وكان الهدف مننا استهداف المستقبل يعني ما بعض إذا المشاهد الكريم أو أنت تتذكر شنون كان القناصة يستهدفوا العيون الأطفال صحيح بقى هو كان الهدف مننا الإرهاب وتخويف الأبهات والأمهات والشعب والقضاء على المستقبل بعد سنوات شهد ما شنون كمان القضاء على الماضي وعالتراث نعم أنا بستهدف الشيء اللي أنتوا يعني أكثر ما بتتوقعوا اللي هو الطفل فهو هدف لإلي على المقابل أنه أنت عم بيكون الهدف النسبي لإلك الطفل ولكن من منظور آخر شو التحديات اللي اليوم عم بتواجهك لأنه عم بتحكي عن كونشيرت وعم تحكي عن المعزوفات يعني عم تحكي عن شيء نعرف قدية بأميركا أو بدول الغرب مكلف هذا الكلام ومتعب ومجهد يعني نعم عودة النقطة الصغيرة على الأطفال أنا اخترت الأطفال وكانت جولتها عالمية اسمها صوت أطفال سوريا الأحرار وكلمة الأحرار كانت للتأكيد على حرية الإنسان يعني نحن كل البشر خلقوا أحرار اخترت الأطفال كونهم لا ينتمون لا للسياسة عزب سياسي ولا لدين يعني طفل عمره مثلا شهر أو رضيع لساته بالمستشفى خد ذلك هذا يعني أقرب ما يمكن للملائكة نعم بقى هاي هي من ناحية الإنتاج الفني ما تفضلت الإنتاج الفني الموسيقي يختلف عن أي إنتاج فني آخر مثلا عندك هاللوحة هاي وراي لو عندك فنان رسام رسمه وقعد نقول سنتين عم يرسمه متى ما انتهت الرسمة انتهى الإنتاج الفني صار فينه يعرضه بالنسبة إلي سأعمل لك المقابلة هاي درس موسيقى تفرج هذا عندي هون مؤلف واحد عبارة عن حوالي خمس دقائق هذا شو بالضبط نوتات يعني لكل الأدوات الآلات الموسيقية اللي بتعزف انت بتكتب لكل الآلات للأركسترا هذا أول شيء مثلا هون هذا بدك تدونه كله للأركسترا صفحات لكل الأركسترا هذا قائد الأركسترا بقراء وبعدين عندك لكل عازف بجي نوتوتو كمان لكل عازف بجي نوتوتو للكلارينت للأوبا للوتريات للطابليل لكل شيء شوف بعد ما أنا انتهي من هالتدوين وكتابتها ما في موسيقى في بس لقات على حبر على وراء في بروفات في استعدادات في تجانس بدك تمانين إنسان تمانين إنسان اللي هني أركسترا تأخذ استوديو تأخذ قائد أركسترا وتسجل على أعلى المستويات بعدين صار عندك موسيقى لهون كان سؤالي التحديات قدام هذا الحجم من الجهد التحديات كبيرة يعني نحن عم نحكي هذه التحديات الإنتاج في منظومات هون أنا فنان بالأخير فنان أمريكي حقوقي محفوظة الإنتاج مستمر بسبب وجود منظومة بسبب كوني حر بسبب كوني في بيئة ملائمة للأسف يعني الفنان العربي ما حي أنتج حتى أقول قبل السورة ما حي أنتج لأن حقوقه مانا محفوظة فإذا كتبت سيمفونية أو كتبت كتاب أخي ملهم وطرحته أمر واحد سرقه قال ليش لحتى تكتب مرة ثانية إذا أنت يا حرام كل شغلك رأى بسوريا في هك أنا ما عندي معلومات بسوريا في عندهم أركسترات في هك شي يعني عندنا نحنا بالبلد سواء هلأ أو من قبل بسوريا حقوق إنسان ما فيه تحكي أركسترات كله كله عبارة عن تضليل وتحريف وأبعد ما يمكن عن الحقيقة والجمال مثلا نحكي عن الأوركسترا قائد الأوركسترا بالسيمفونية السورية غير قائد الأوركسترا يعني غير مؤهل وقلت لأنا زعيت لقائد الأوركسترا وقته كان روسي من موسكو وقلت لأ عمل أول بروفا مع الموسيقين قال لي هاي الأوركسترا ما أنا متعاودي يكون عنده قائد أوركسترا متعاودي متل المنتخب اللي ما بده مدرب عنا بسوريا أنه هجموا تعرف وقت اللي بيكون عندك الدكتاتورية وقمع للحريات وممنوع التفكير هذا كله بيؤدي لتزييف الصحافة تزييف الفن مشان هيك تذكر قناة أوريانت طردت من سوريا الفنانين هربوا يعني وين أبو ريشا اللي كان سفير الشعب السوري في أمريكا اللي قال له لجان كينيدي أجدادنا جد جد جدي ربك وين سفير الإرهاب وقاتل الأطفال اللي هرب على الصين والطردنا من أمريكا لا يفقى أي شيء لا بالفن ولا بالهي ولا بالتاريخ يعني شتان ما بين الشعب السوري الأصيل الحر وما بين تقصيات المزيفة أستاذ مالك حكينا يمكن عن الجديد بس فيه يعني نحن عنا سيستم ببرنامجنا من روحك بمشوار الذكريات وكون الطفولة كتير يعني أبتأخذ من وقتك بدنا نرجع نحن لطفولة مالك الجندري لنعرف هاي الطفولة كيف كانت انت ولدت في ألمانيا صح؟ بس بعدين رجعت عشت بسوريا خبرنا عن هاي الطفولة عن أبرز معالمها هل كانت طفولة سعيدة صعبة كيف؟ مثل ما تفضلت أنا حتى ماني من مواليد سوريا لأهل اللي كانت تهمني أنه عندي مطامع وأنه بصير وزير ثقافي أو شيء أنا أصلاً غير مؤهل بأي منصب سياسي أو علاقة بالدولة لأنه ماني من مواليد سوريا هذا حسب الدستور الحالي ما بتعرف بكرة من أجمل الطفولات في نواحي تخيلها في ألمانيا أنا ولدت سبعة شهر كنت لو كنت ولدان في سوريا كنت حتى ما قدرت إنجوا من ولادتي لأنه ما كعفت عنا الكاذر الطبي لحتى يعمل الشيء الوالد والوالدة كانوا في ألمانيا وفييننا ووالد الطبيب قرر لأولاده ومشان هويته الثقافية ومشان اللغة والدين لأنه نرجع لحضن الوطن كما بيقولوا لحمص صح؟ نعم نعم وبنى مستشفى خاصة في حمص المركز الطبي وكانت كمان كان في نقلة نوعية أنا أتذكر أن كنت أقدر المدرسة في سوريا حتى عندما كان يأتي الباص يأخذني على المدرسة أفعل الشباك وقال له مع السلام باي باي نعم هذه نتيجة ترباية ألمانيا صح؟ نتيجة السوق المدرسة في سوريا نعم هذه الطفولة ماذا نقول المعلق ببالك منها الذي يجعلك كمان تقرب أكثر للموسيقى بعمر كثير صغير؟ نرجع على الكادر التعليمي بألمانيا مثلا أنا وقت واحد يكون طفل أعضاني ما بيعلموك لغة، بيعلموك موسيقى بيعلموك تعبر عن مشاعرك من خلال الموسيقى من خلال الرأس ما من خلال والله حفظ أقوال والتربية الوطنية ماذا شو يسموها هاي القومية في عندك حرية بالتعبير هذا حرية التعبير وحرية الفكر هي أساس أو نواة تكوين الإنسان إيم الفن على جنابك ويصير عندك شغف تبحث عن الحقيقة وعن الجمال كونك أنت حر نحن تبحث بالخط تبحث بالتصوف تبحث بالموسيقى تبحث بأشياء أنت نفسك وروحك بصير أقرب إلى الله أقرب إلى القالق من أي شيء ما دوري بالفن بالفن، بالصحافة، بالطب بأي مجار أنت بتعمله نرجع على الأساسيات اللي هي حرية وجود حرية وجود كرامة وجود منظومة أو بيئة ملائمة لاحتضان قيمنا الإنسانية المشتركة بكل أي شعر هل كان فيه تداول بالبيت؟ يعني البيت كان فيه جو سياسي؟ كان لما كنت صغير تسمع الأهل عم يحكوا بالسياسي؟ خاصة أنه كانت مرحلة كتير صعبة كانت عم تمر فيها سوريا يعني أنا فيني أحكي لك قصة صغيرة، أنا أهلي غير سياسيين تعرف، معظم الشعب السوري همش عن السياسي، كانت السياسي ممنوعة أن نحن حتى نداولها ولكن تذكر كنت عم أتفرج على أفلام كرتون توم وجيري، تذكرون أكيد وفجأة بيجي الوالد بيقولنا بدأنا أخذكم مشوار على حما والله ركبنا خمسة وعشرين دقيقة، ثلاثين دقيقة ولا فتت أنا على مجزرة، وعلى دمار هائل، وعلى فيلم رعب شو هذا يا بابا، شو صاير؟ لا تكون إسرائيل إجت دمارتنا، ما أحد استرجى يجاوبني على أسئلتي البريئة والصادقة من وهل الصفعة نعم، كان عنده ترخيص خاص أن يفوت على مدينة حما بعد المجزرة كونه طبيب، وبعتقد تقصد أن يأخذ أولاده لكي نرى ما حدث أخذت العملية الثبالي عشرين سنة، خمسة عشر سنة زيادة لكي أنا جيت لهن صورت أبحث وأعرف شو هي لهذا كان من الطبيعي أن تكون مواقفك مع بداية الثورة السورية كونه في حقيقة وجمال، نحن ما عم نحكي سياسي، نحن نحكي على واقع تعرف، وقت الواحد تشوف أنه في عندك دمار ومجزر يعني تعرف أغلب الشعب السوري كان يقولوا أحداث حما صح، يعني مجازر ما بتقولها بسوريا ممكن يكون عرس، ممكن يكون حفلة موسيقية، ممكن يكون أولاد نبوي ولكن المجزرة مجزرة، مانا حدث، مانا أحداث صحيح، وهذا حتى كان في تواطئ من الصحافة العالمية عموما بتغطية هذه القصص طيب ساز مالك، نعرف جو سوريا بهذاك الوقت كيف الموسيقى الكلاسيكية قدرت توصل لإلك بهذاك الوقت وتحبها؟ أولا كانت البدايات مع موسيقى عادية، مع آلات اعتيادي؟ لا، لم أعد حق، البداية كانت بالبيت، بالعائلة، الأب والأم والعائلة الكريمة دائماً نحن عندنا موسيقى كلاسيكية، الوالدي كان عنده الأسطوانات، نسمعون كانت الموسيقى الكلاسيكية في البيت، والموسيقى الشرقية، والبدوية، والموسيقى التراث السورية بالشارع أنا كنت دائماً أخذ مثلاً وسائل نقل العامة حمس ما كان في معهد موسيقي، كنت أضطر روح على الشام لدرس البيانو الأسبوعي في البداية كانت والدتي تتأخذني، نحجز بالكرنك قبل الأسبوع أو أسبوعين ونذهب بالكرنك نأخذ كاسة الميلو والبنبوني تذكرها وبعدين، وقت الكبرت، أصدرت أخذ أنا لحالي إما القطار أو هذا العناء أسبوعي؟ يعني كل أسبوع هيك؟ كل أسبوع كانت العمر يعني بهذا الوقت؟ يوم الخميسك، كنت تعرف، التوامل الرسمي في المدرسة كان آخر ثلاثة أربعة حصة سنة فتوة ورياضة ورسل أنا كنت أخذ إذن طبي طول السنة، من الساعة 9 أخرى أخذ الباس على 11 كنت في الشام على الساعة واحدة مثلاً، وكنت درسي الساعة 3 هؤلاء كانوا مغامرات مالك جندلي في دمشق أنا كبرت، أصدرت أخذ باس الهوب هوب، وقت كنت في أعياد أرجع الظهر وقت لما لحق الباس أخذ القطار، وقت لما لحق القطار أخذ تاكسي كنت تعمل هذا الشيء بحب، يعني مو أنه مفروض عليك من الأهل لأنه عادة يعني الأهل خلص، حست الموسيقى حصت الموسيقى، يعني كنت تحب هذا الشيء طبعاً، طبعاً، أحد سيأخذك قصراً حتى بالبدايات، يعني ما تفضل أنك تعمل الوك إند مثلاً مع أصدقائك أو بالحارة أو بنشاط ثاني برجع، أكون أنا يوم الجمعة بالحارة، حلو بعدين هكذا، أصدرت عندي أصدقائي بالشام كمان حلو، طب ما كانت الهوايات، يعني كون لسا عم نحكي بالطفولة، ما كان فيه غير هوايات ثاني، قراءة، رياضة، ما؟ كنت لعب تنس، ملعب التنس كان عبر على بعض خطوات من بيتي، كنت دائماً لعب تنس، إذا كان مثلاً فيه شخص ما إجل شريكه بالملعب، كنت أنا دائماً جاهز نعم سباحة، كمان مسبح كان لنا كرماوي ولا وسباوي؟ أنا؟ بوقتاً نعم، أول شيء كنت وسباوي، بعدين كرماوي، ابتعرف عز كنت أول شيء، لعب سلي كمان، كان ملعب السلي كمان بالحارة هني ذاتهن كان ملعب السلي هو نفسه ملعب القدم صح، جنبه صح، صح نعم، طيب هاي الفترة إذا بدنا نختمها بالأشخاص اللي أثروا فيك، يعني هل كان فيه آيدل في شيء بوقتك تعمل تشوف حدا أو حابب توصل له بهذاك الوقت أو تقرأ لحدا معين؟ مجموعة من الأشخاص، ما فيني حددها بشخص واحد، لكن الشغف الكبير كان هو الموسيقى التأستوري كان بنتاج الموسيقى الكلاسيكية العالمية، اللي هي ما كثير منشورة بسوريا يعني هلأ مثلا، أنا هلأ اليوم عم أنتج سيمفونية رقم 6، رقم 6، يعني حوالي 45 دقيقة يعني أنا فيني أدمن لك أنه أغلب الشعب العربي، ما بسوري، حيوعد 45 دقيقة يتزوق عمل بدون كلام، بدون يعني ما فيه أغاني، عبارة عن موسيقى كلاسيكية ولكن الهدف من هالإنتاج الموسيقي، بقولوا له ليش هيك عمي أعمال؟ عندي هدف من هالإنتاج، أول شيء، توثيق تراثنا الموسيقي السوري والعريم اللي هو محفوظ بمدينة حلب اللي دمرت، هي كانت على طريق الحقير وأغلب نحن نتاجنا الموسيقى الشرقية دائما غير مدوني، دائما سماعي أو تذهب من جيل لجيل عبر تحفيز، أو حتى تسجيل صوتي، ولكن ليس تدوين التدوين أهميته، كونه يمكن أنا، كله نفسهم ذائقة الموت، كله هاتنا من نموت طيب يجي هالتدوين الموسيقي ممكن يجي بعد خمس أجيال، أطفال سورة الأحرار بعد مئة سنة ممكن يأخذوا هالتدوين الموسيقي ويطرحوه هني بجيلهم بهاللحظة هاي نعم، لذلك لدينا سنفونيات موتسارد أو سنفونيات بيتووفن عندك عالم في الصين وفي اليابان، وفي روسيا وفي مكسيكو عم يعصروا سنفونية من أرمى مثلا، لماذا لا يكون لدينا سنفونية سورية؟ حلو كثير، وإن شاء الله بدلال الست يصيروا ستين ويعطيك طولة العمر سنذهب لفاصل ونرجع من بعد الفاصل بين سطر وآخر ونفس وآخر موسيقى تختبئ قصة يجب أن تروى وحكاية وجب أن تقص موسيقى ليخرج أبطالها من بين الصفحات أحرارا من عالم الحبر والورق نقدم لك مفتاح الرواية ونفتح بابا لدخول عالمنا بقلم جاف كل جمعة السادسة مساء موسيقى على راديو أوريانت أنتم تستمعون لبرنامج تجارب شخصية من راديو أوريانت موسيقى أستاذ مالك حكينا يمكن عن مرحلة الطفولة بدنا نحكي هلأ على أكثر من محور من ضمن التخصص السفر لأميركا وصولا للثورة ووصولا للوقوف على المسارح وكيف الثورة أيضا قدمتك للمجتمع السوري بشكل أكبر قد كان إلى دور خلنا نحكي معك عن أميركا ليه اخترت أميركا وهل كان السقف في سوريا يعني بوقت الأوقات لما بلشت تتعلم أكثر محدود لهالدرجة؟ يعني بتعرف نحنا بجيبه بداية عينا كان حول كل شاب السوري هو الهروب الهروب من الخدمة العسكرية الهروب من القمع ما بتتمنى تصير؟ بتتمنى تسافر يعني عندما تسافر بدك تتعلم بدك تتكون حياتك بسوريا كان هذا الشيء شبه مستحيل وهذا كان مبرمج يعني ما كان بسبب واقع أو كارثة طبيعية هذا كان هو السيستم الموجود هو تهجير الناس قبل السورة وترضى من بلادهم يعني السورة قارنني أنا مع شاب مثلا ولدهم في نيويورك واشتغل في نيويورك الآن أنا ما أكون بالحمص مثلا علاقات أبي علاقات الناس يعني أستخدك على غير قارة وغير مدينة وغير لغة بدك تبدأ من صفر صحيح ورجعت لك يعني بسنين لدورة هذا انطبق كمان على أميركا ولا كانت الخطوات أسرع ما في شيء أسرع صعوبة يعني اللغة ما بتعرف حدا يعني ما عندي أي شخص بعرفه اللغة جديدة سيستم جديد ولكن المنظومة الأكاديمية الجامعة كله بساعدك أستاذ بيأتي بساعدك ما بيدمرك بتذكر أنا فحص الرياضيات عملته بالجامعة أول سمستر أخذت صفر تقول لأني شاطر بالرياضيات لماذا لأخذ صفر تعطي الأقام كله مثلاً الجواب يكون 49 حطه 4-9 94 لأنه بالعربي بتقول 49 بالإنكليزي بتقول 94 يعني تسعة وأربع يعني هل أد يعني كانت القصص حزينة يعني هاي عم أعطيك قصة صغيرة رحت لعند الأستاذ ودخلت له كثير لك إذا أقلبت كل هذه الأرخام هاي شفرة واكتشف أنك حمصة من وقتها يمكن لكن المنظومة الحرية العدالة 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 تسمع أنه فيه عنصرية وفيه مشاكل وعنها الانتخابات وبتشوف أصص ولكن الهيكرية العامة بأمريكا مبنية على القيم الإنسان على احترام الإنسان وكفاءاته مثلاً أعطيك مثال أمريكا ما فيها وزارة ثقافة ما في وزير ثقافة بأمريكا الحمد لله ما عنا هذا شيء رائع مقارنة بساً بفرنسا نحن تعرف نحن كله مبني على نظام الفرنساوي ما كنا نحن متعمرة فرنساوية ما عنا عدم وجود وزارة ثقافة طلالية الفن عدم تسييسه ما بدي أنا بركات الوزير كان وقتا أنا بدي أعمل حفلة بسوريا بدي كان موافقة رياض نعسان آغا رفض مشان هيك اضطرينا الروح عند الدكتاتور لحتى نعمل أمسي موسيقى كمان رفض صور يعني بعدين مشلحة بس يعني عم قال لك هوني ما بدي أنا ولا روح أنا على البيت الأبيض لحتى أعمل أمسي موسيقى مع الأوركاستر ما في أصلاً وزير ما موجود نعم هلأ كنت عم تحكي بطريقة كتير فيها نوع من الأمل بأنه المستقبل رح يهتم بهاي التدوينات مع وجود ناس مهتمين بس بوقتها بدي أسأل أنه بوقتها أنت هذا العناء وهذا الجهد هل كان في استراتيجية واضحة عندك أنه لوين بدك توصل بجهدك وشغلك؟ أصلاً بمثيرة الفنية؟ تماماً أصلاً بموسيقى للأفلام كنت في وقتها غير متجنس ماني أمريكي وما عندي إمكانية كون بلوس أنجلس أتصلت بعدة مؤلفين موسيقيين وقتها وقالوا لي إذا يعني مانك أمريكي ومانك ما عندك مبلغ معين تعد لك سنتين تلاتي بلوس أنجلس ننسى الموضوع ولكن المسيرة الفنية هي عبارة تصميم وقت يكون عندك أنت حب حقيقي وصادق باللي عم تعمله تتجاوز كل العقبات شو ما كانت تكون؟ كانت عقبات جغرافية عقبات إنتاجية مادية شو ما كانت تكون؟ بتلاقي إلى حل والبرهان اليوم نحن عمنا عشر ألبومات نعم، وكان أول واحد بعنوان أصداء أوغاريت يعني أنا بهذه القصص إذا تصلح لي بيكون كمان مشكور لماذا اخترت أن تكون البداية من هنا؟ البداية كانت من أغاريت يعني الأبجادية الموسيقية بالعالم بالكون بالبشرية أبتكروا أجدادنا ألف بقتاء وأبتكروا كمان التدوين الموسيقي وأنا بالنسبة إلي أنا فيني أعترف لك أن أنا ما كنت أعرف الحقيقة التاريخية أصلا إننا نحن مشغولين بحفظ وسرد أقوال المجرم لكن وقت الواحد تكون عنده بالغربة وبالحنين وبالبحث عن الهوية كثيرا عندك شغف رجعت كان أول ألبوم هو أصداء من أغاريت صحيح أنه منعت أو كان بدي موافقات أمنية لتنعرض بسوريا ولا هذا الكلام يعني غير دقيق تأخر عرضه أو هيك شيء؟ صح؟ ولا؟ هذا اللي عمل لك بدي عرضه لأول مرة بسوريا رحت أنا أعساس أنه بروح على قائد الأوركسترا أو على المعهد الموسيقي يعني عم تحكي عن السينفونية اللي بتأرخ لسوريا ولحضارة سوريا وهي كان بدي موافقات وما حصلت عليها لبعد وقت عم نحكي عن هاي كلهم عبارة عن عصابة موجودة مع بعضها من قائد الأوركسترا للبعض العازفين ما كلهم مع كل احترامي الوزير ومعاون الوزير وصولا إلى المنظومة الأمنية والجوية والبحرية والبرية وفوق فوق تمت لف ودور 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 من كتاب لكتاب لكتاب حتى ضبطت وضبطت وكمان ما خلصنا لكن تعرف أنا كان بدي أعملها يعني ما كان الشغلي لا مادية ولا شيء أنا أحبا بتاريخي برويتي يعني ما بدي أعرضها بسوريا حتى أنا عزفتها بأوغاريت نفسها نعم يعني والله هو شيء غريب يعني اليوم مثلا خلنا نقول حتى في دول يعني أقل حضارة من سوريا بيكون في فرقة سيمفونية بيحطوا هيك يعني بيعملوا واجهة ولو أنه أو بيجيبوا حدا من برا يعملوا هيك شيء نعم نحن عمنا ولكن كله مزيف يعني الفرقة السيمفونية مثل هذه بسوريا تعمل لك حفل خيري للأطفال وسعر البطاقة حليب طيب تابع لمن هذه الفرقة؟ ما لا وزارة الثقافة ووزارة الثقافة تابع لمن؟ يعني بيخصفونا وبيدمرونا بالصبح وبعض الظهر بيكوننا تعوى على الحفلة على الدار ما بعرف شو للأطفال يعني شوف التزييف والتطليل والتحريف طيب في دول عربية رحبت بعرض هذه السيمفونية عندها؟ قبل الثورة أول من عرضها كانت دار الأوبرا المصرية حلو بعد الثورة ممنوع نروح على مصر تهمونا بالإرهاب وبالأسلمي وبالأخوان المسلمين سيمفونيما سيمفونيما والله أنا يوم نسيان دقني بالمصر مثلاً لأخذي لك شلون هالمنظومة أنت ما في داعة تتفاجأ لأنه تكوين الدكتاتورية مبني على تدمير التراث تدمير القيم أول ما عملوا دمروا الإنسان ما دمروا البنيان مقدمة ابن خلدون دمروا القيم، دمروا الأخلاق، دمروا الإنسان وقت دمروا الإنسان ما في أسهم من تدمير البنيان وتدمير العمران هذا اللي حصل هذا اللي عم يحصل هذه المنظومة البراباقاندية من تضليل وتحريف موجودة بكل العالم حتى خلال السورة وقالت لنحن انطلقت جولة أطفال سورة الأحرار في كل العالم مثلاً حضرتها ملكة إسبانيا في المسرح الوطني بمدريد رحنا على أستراليا، رحنا على فيينا، دار الأوبرا في فيينا كارني ليهول أستراليا، دار الأوبرا في أستراليا إذا تسمح لي أحكي لك عندي بعض الأصص صغيرة تفضل، تفضل، أستاذ مالك، عندنا وقت؟ نعم، عندنا وقت مثلاً أعطيك مثال صغير مثلاً بالسويد، عرضناها بالسويد جاني صحفي سوري قال لي يا أستاذ مالك، لماذا نسمي صوت أطفال سورة الأحرار؟ لماذا أنت عن سوري وطائفي؟ دعني لي بس صوت أطفال سوريا طيب هؤلاء الأحرار، ماذا يزنبهم؟ أممم الآن الصحفي يناقش في موضوع حريت الإنسان وكأنه قال لي يا أخي، هذه الأحرار تأكيداً على حريت الإنسان وليس طائفياً أو أننا نعمل ميز كل الأطفال يجب أن تكون أحراراً، لا يجب أن يكون لدينا أصفال العبيد هذا المثال المثال الثاني مثلاً جامعة كولومبيا بأمريكا، نحن نحكي جامعة، لا نحن نحكي فندق نحن أغلب المؤتمرات المعارضة كانوا بفناظق أنا كنت أرث نحن السورة لا يجب أن تكون بفندق، يجب أن تكون بمركز بحث الإنسان بجامعة، بقرار عالمي ما بفندق مع مسباح ما أريد هذا القصة؟ في جامعة كولومبيا، يأتي مثلاً النادي العربي في جامعة بأمريكا يمنع عرض فيلم وسائقي ببداية أم سيتي مثلاً ويكذبوا، يقول لهم، لماذا لا تكونوا عرضوا؟ هذا كان خلال التمرين الأخير قبل عرض الحفل قال، والله، نحن الأجهزة لا تعمل، هذه أول كذبة قالوا، أنا أريد أن أشتريكم الأجهزة التي تكون معها قال، والله، أنا البروفيسور تدعيبي رفضت قلت له، أعطينا اسمها وإيميلها حتى أنا حكيها لفه وداره، لفه وداره، قال بعدين نحن قررنا أن هذا غير ملائم فأنا أهددت بإرغاء الحفل كله هذا هو اللي حصل طيب، بتحس أنك متابع من أجلس المقابرات وحتى يمكن في مرات تخترق حسابك أو هكذا، صح؟ اخترقت الموقع الرسمي تبعي، حطولي الجيش الإلكتروني تبعهم وتبعوني بالخيانة أنه أنا خائن للوطن اخترقوا الفيسبوك، من أسبوعين ثلاثة اخترقوا تويتر حطولي أشياء الإلكترونية يعني هنه هدفهم تشويه صورة الإنسان السوري الصادق هذا هدفهم يعني هو اللي بس وقف مع الشعب يعني لا هو أصلاً من المعارضة ولا هو عنده حزب فقط هو بقول لا، لا، واحد واثنين وثلاثة اللي هي حرية الإنسان وكرامته بس هذا بيكون إلون أخطر الشيء، خاصة إذا أنت كنت كما تقولوا بالإنجليزي بيسموه لوس كانن، يعني مدفع فلتان طب هذا ما بيخلي عندك شوية قلق وشك مثلاً اختراقات من نوع تاني؟ فيه، عشان تعرف، يعني بخاف أنا على عائلتي ما أنه بخاف، بس بيحترس تعرف يعني هذا النظام برباقاندا ومنظومته منتشر في كل العالم عم قللك أنا بأستراليا، مثلاً أستراليا أستراليا قارة بآخر الدنيا فتنا جامعة الحقوق في أستراليا قالوا لي الجالي أنه في عنا بروفيسور بجامعة سيدني اسمه تيم أندرسن كاتب كتاب على الأسد عزيم قال هو جاي على الأمسية تبعيتك صوت أطفال سورة الأحرار قلت أولاً ممتاز قلت أول الأمسية، وكان عندي مثل كمان ندوة مناقشة على تاريخ سوريا وعلى الإرش في السقاط قلت أول شيء قلت لهم بدي أبدأ بدقيقة صمت على أرواح الأطفال سورية فعندي سؤال هل من أحد هوني بالقاعة يوافق على قتل طفل؟ يوقف لو سمحته، هو كان قاعد ما حدا أوقف قلت عزيمة أننا كل ياتنا نرفض وجود قاتل أطفال في سوريا ولكن لماذا لديكم البروفيسور في الجامعة يكتب كتاب وبرايح جاي على دمشق اسمه تم أندرسون بمجد هذا القاتل، هو يقاعد طيب، هون أريد أسأل عن أسلوبك الصادم في أحد الحفلات رفعت حزاء أحد الأطفال، صح؟ هذا الشيء صار؟ لا، لا حزاء، سوف أفرجيك إياها يلا، نحن بهذا الوقت نستنى الأستاذ مالك شحاطة، هذه رفعتها على أحد المسارح، صح؟ ليس فقط أحد المسارح، هذه رفقتني بكل جولة أطفال في سوريا الأحرار هذه ليست شحاطة، هذه نصف شحاطة لأن النظام المجرم هذا أرفه، أصدقص، كما كان يقص الروس ويقص العالم هذه عملت تبرعات هائلة ليك عندك كمان حيوانات في عندك هون قطة وهذا الشيء مؤثر فعلا لأنه كمان في أحد الحفلات وتحديدا كنت عم تعزف المحيط الهادي أيضا قلت لهم وقفت وقلت لهم أنه بهذا الوقت في طفلي أو طفل سوري عم يغرأ هذا الأسلوب، هل تحس أنه هو مكمل للعمل الموسيقي؟ هل لازم الموسيقي أو المؤلف يحكي إلى جانب الموسيقى؟ يعني في بعض الأحيان لا، أنا قد عملت محيط الصامت كما أنت تفضلت، كان هذا في توصيل قصة أطفال سوري عم يغرأوا لأنه فيه صارت شوية، مثلا كلمة ميغرأت بالإنجليزي ميغرأت، صاروا يسمونها ميغرأت، ما يسمونها والله نحن ناجئين من آلة القتل أو هارئين ولا لاجئين مانا ميغرأت، ميغرأت عبارة عن باحثين عن فرصة عمل معنى مختلف تماما أو طيور بتغادر أو حيوانات، ميغرأت بسموها ميغرأت طيب، مانا طيور، ونحن مانا عم ندور على الشغل، نحن عم نهرب من الهولوكوست، من الحرق، من الغاز بأيام في عندك توضيح واجب والتأكيد، وماذا من كلمة الأحرار، لازم حط أحرار، أنا أقول لهم هاي أحرار لأنه فيه تضليل الفرباجاندا، مثل ما عندك التروفيسور تيم أندرسن، يعني نكتب لك كتاب، طيب شمدك تواجه الكتاب هذا يعني درسوه للطلاب الأعادين، للأشجال القادمة بأستراليا نعم، بفترة الثورة السورية لما يعني انقال أنه مالك الجندلي انضم للثورة أو خلنا نقول وقف مع الناس، يمكن كتير ما كانوا يعرفوا مالك الجندلي صح؟ صح، أدي هي يعني حسيت أنه فيه إنصاف أنه الناس عندها استعداد تتقبل الموسيقى الكلاسيكية لما بتحس أنه هي من مصدر بيشبههم أو صادق، ليس موسيقى كلاسيكية يعني أورستقراطية أو بعيدة عنهم نعم، من أن نجاعي نحن نظل، صح، نحن ما أجينا من برج عالي أو عاجي، نحن أخذنا مثلاً لحن القاشوش، وخلينا أوركسترا مع فيج اكليب تعرضه بدون كلام ولا كلمة، لا يعرحل ولا مدرمين، ما في ولا كلمة، بس الموسيقى، هذا كان هدفاً نفس الشي بيا الله مثلا يا الله أقول نحن عملنا حطينا بس كلمة يا الله استخدموه كتير بفترة الكورونا يعني الناس تكون حاسة بده شي مريح على الأعصاب وبنفس وقت معبر يعني نحن كنا نزيع بشكل كمان متواصل يا الله ما نغيرك يا الله لأنه مع الكورونا العالم قمنا بتسجيلة بدار الأوبرا المصرية مع الكوراة العربي أستاذ مالك وصلنا للفقرة الأخيرة اللي هي دكت جاوبنا بكلمي أو بجملة قصيرة جاهز يا حبيبي فضل اجتهت بالعمل على تطوير موهبتي لكن أنا محظوظ في بشو محظوظ أنت قربي إلى الخالق حالو كل المعزوفات بحبة لكن أقرب إلى قلبي المعزوفة اللي لسه ما بعرفه الفنان أو العازف العربي عموما ماذا ينقصه للعالمية حرية حرية الرأي وحقوق الإنسان أهم المؤلفين الموسيقيين بالعالم العربي اسم بدنا منك لا أدري معقول ما بتتابع حدا مؤلفين مؤلف موسيقي لأنه يعني كلمة مؤلف مفهوظ عددهم كتير قليل صح؟ إذا كانوا موجودين طبعا يمكنني قلت لك علي الدرويج الشيخ علي الدرويج للحلبي حلو لو كنت مسؤول بسوريا عن الذوق الفني أول شي بتعمله شو؟ برغي وزارة الثقافة عندما أزور سوريا أول مدينة رح تعزف فيها أو أول مكان كونك عزف بأوغاريت رح نستسني أوغاريت ساعة حمص إن شاء الله أهم تكريم حصلت عليه أنا تجاوزت على فكرة قصة التكريمات لأنه عندي قائمة ما شاء الله لكن أهم تكريم هيك وبتحسه قريب لألبك مختلف عن باقي التكريمات نظر الطفل السوري بمخيم داخل سوريا كله أمل وألم ولكن هذا كان أحلى تكريم لأنا كنت عم يغني معهم بمنتصف الليل ما كان في حدا وكانوا عم يغنوا لهلا بالذكر زيد يا عصينا زيد هذا كان أحلى تكريم كانت ساعة تكريمت كانت مع 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 عبيدة بطل إذا بتعرف من أوريينت الله يفك أسرو يعني حتى في لك فيديو كمان دخلت لسوريا المحررة وتصورت مع الأطفال وغنيت وموجود عموما حتى على موقعك الفنان أو الموسيقي خلينا نقول اللي بيعجبك ما عم نحكي عن مؤلفين مطرب مطربي بتحب تسمعهم من العالم العربي من العالم العربي؟ لا أحد لا أبحث لأنه لأنه ما عندك فن حقيقي لأنه ما عندك بكل صراحة ما في شيء اسمه دولة عربية عصابة طب الأغنية هون مستقلة يعني أحيانا في مطرب ما بتحب مواقفه سياسية بس بتحب له أغنية أو بتحب له عمل أو صوته وحلو أخي يقولها ما أحكي السياسية أحكي حرية التعديل ما عندك فنان عربي بأنتج ضمن حرية كانوا أصولوا رأسه من زمان أو أصولوا رأسه دائما في تزييف دائما في تحريف دائما في في عنصر الصدق والحرية والحرية مفقود للأسف مفقود مشا هيك أنا ما كثير ما عندك طب إذا مثلا أحد الفنانين طلب منك لحن أو حبي حط صوته بأحدى مع زفاتك مين ممكن تسمح له أو تعطيه عادي لا أحد صمم يعني فكروني والله أني بدي أرجع والله على القيصر ولا على ما بعرف مين دائما كلنا المطربين ما بدنا أخي حاولني محاولة صغيرة ما بدنا نحكي مع مين ولا أحكي لك قول ما وقفت مع السد أصالة يعني شو اللي صار حتى ما اكتمل هذا العمل لأني أدي حيكون سعيد للسوريين الأحرار أنه تكون أصالة عم بتغني ومالك جندلي هو المؤلف الموسيقي أخي حاولنا أهم شي لحال آخر سؤال أكسبتني تجارب الشخصية لكتير من الصفات أهم صفة اليوم موجودة فيك من تجارب أهم صفة أنا؟ تمام بعد كل هالمشوار والعناء والتعب أكتر شيك بتحسه أنه بميزك سوريتي حلو كتير وبدنا أكيد نتمنى أنه مثل ما قلت كل أعمالك إن شاء الله بيصير الوقت المناسب لأنك تعرضها بسوريا ونكون جميعا نحظة بدي فرتيكش نفضل ونحن بالدقائق الأخيرة أو خلنا أقول بالدقيقة الأخيرة مثل ما عم خبرنا زمينا حسين يعني عندي وراء ما بعث شايفوا هذا التليفون هذا التليفون سبتي التليفون هون صار على يمينك أستاذ مالك والآلي الكاتب هوني على البيانو تعشب شو في عندك في تراب عندك سنوبرا من حظم الوطن وعندك تراب هذا التراب أنا وقت كنت مع عبيدة قبل ما أخرج من سوريا بنصف الليل أخذ لي شوية تراب جبتك تراب كثير وعملته هدايا للأصدقاء اللي عندي هون بكل أمريكا وبأنحاء العالم هذا التراب موجود هذا أحلى ما أملك تراب وطن من تراب سوريا وإن شاء الله بنعود عليه وبكون هذا يعني هذا واجبنا وإن شاء الله هذا بتكون رائحة الصباح اليومية عند كل حدا سوري مغترب كل الشكر لإلك الموسيقار مالك الجندلي على هذا الحوار الجميل ومشوفك إن شاء الله دايما على خير وبأعمال دائما متقدمة مثل ما تعودنا عليك شكرا من القلب انتهى عهد الصنم سوف يقاومكم الألم ويهزمكم النغم والقلم شكرا أستاذ مالك مرة تاني وشكرا لإلكم متابعين دائما عبر منصات أوريانت انتهت حلقة تجارب شخصية لهذا الأسبوع نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله كنتم مع تجارب شخصية حوارة حية تستقرئ تجارب مشاهير السياسة والاقتصاد والفن والإعلام إعداد وتقديم ملهم عبدالهادي تنسيق المقابلات محمد الأحمد وأحمد الحمصي الإخراج الإذاعي حسين قسوم اشتركوا في القناة